عايزة اسألك سؤال تاريخي في نادي الزمالك ليه دايماً لما بيجي مجلس إدارة جديد بيبقى بيستلم تركة صعبة؟ يعني أنا فاكر حتى المجلس بتاعك لما جي كنت برضو اشتغلته في ظروف مادية صعبة جداً وحاولتوا تحسنه من أمور المادية نفس الأمر دلوقتي المجلس ده بيحاول يعمله ليه دايماً اللي بيستلم من اللي قابله بيستلم ظروف صعبة؟ لأنه نادي الزمالك بقى له عشرين سنة بيمر بظروف غير طبيعية ما ظنش أن هي بتمر على أي نادي مش في مصر بس في العالم كله انت لو شفت كمية مجالس الإدارات اللي جات نادي الزمالك سواء كانت منتخبة أو معينة وكمية المشاكل اللي حصلت في الفترات اللي موجود فيها مجلس الإدارة طبيعاً ما فيش أي استقرار موجود طبيعاً ده تبقى نتيجة أن المجالس بتمشي ويجي لجنة واللجنة دي تقعد ثلاثة شهر وتمشي والمجلس ده يرفع قضية ويرجع تاني وبعد أن تجي لجنة تقعد سنة وتمشي وبعد كده يجي مجلس يقعد مش عارف قد تهوي يعني الوضع الغير المستقر ده نتاك طبيعي ليه يعني ليه دايماً بيتقال أنه اللي موجود في الزمالك بيشتغل بيحب الزمالك اللي بره الزمالك ما بيشتغلش ما بيحبش الزمالك أو ما بيعملش لصالح الزمالك لا ولاد نادي الزمالك كويسين موجودين حولي نادي الزمالك في كل وقت يمكن الظروف ما بتسمحش لأن الناس اللي بره لنادي الزمالك بتخدم يعني لكن ما أعتقدش أنه ممكن أي حد من ولاد نادي الزمالك الحقيين وغلينا نحط تحت جلمة حقيين دي حسيت وقالت بتقولها يعني آه يعني عشر خطوط إنه ممكن يتأخر عن خدمة نادي الزمالك في أي وقت يعني يهل حقيين عشر خطوط يعني الناس اللي بتنتامل نادي الزمالك الناس اللي هي خدأ يعني حسب بقيمة نادي الزمالك اللي نادي الزمالك ليه فضل عليها وعلى أسرتها آه الناس اللي تربط جواك هي نادي الزمالك طبيعي إنها في أي وقت لما بيطلب منها أنها تخدم نادي الزمالك ما بتتأخرش أكيد يا لكن فيه ناس مش بيبقوا زمالكوي بيبقوا اسم بس يعني يقولك أنا زمالكوي بص حضرتك العمل العام في كل مكان خلى في النهاية أنه فيه ناس كتيرة بتبقى حبة الشو حبة المنظرة حبة 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 لكن في النهاية مش كل الناس اللي بتشتغل في العمل العام مش بس في نادي الزمالك بتبقى منتمية للمكان يا وحتى الانتماء ساعات بيبقى يعني متفاوت آه فيه الناس اللي بتعشق جدا النادي آه فيه الناس بقى اللي بتصحى واتنام زينا كده ومودها بيبقى مختلف بمود البطولة والمكسب والفوز وعايش حياته 24 ساعة لأنك إنت لما بتخرج في الشارع ما بتخرجش كفرد عادي يعني إنت بتمشي النهاردة بتروح شغلك وإنت في شغلك بتقابل الناس فبتقابل الناس بتلاقيها بتكلمك عن الزمالك وعن إخفاقاته وبتحملك المسؤولية أنتوا فين ومش أنتوا فين وأنتوا أولادي النادي وأنتوا ليه سايبيني النادي وليه النادي بيحصل فيه كده فلما بتبقى حياتك كلها كده فبتبقى مختلف بقى عن حد تاني بيبقى مجرد أنه هو يعني عمل أو منتمي مجرد أنه هو بيبقى موجود لأربع سنين اللي موجود فيهم شوء أو تلميع أو لأهداف أخرى لكن في النهاية أولادي النادي اللي هم المنتمين لنادي الزمالك بيبقوا صحيين عايشين نايمين بهموم نادي الزمالك